النادي الأهلي أول حاجة حكيلي مشاعرك الشخصية وأنت تشاهد قبل ما نتكلم فنية وأنت تشاهد المباراة النهائية ما نتكلم على المباراة النهائية الأولى والثانية طبعا لا أحكلمك الأول على الثانية المشاعر لا من الثانية يعني فرحان قوي وبعكدا جالي صدمة الهدف اللي جيه أيوة بتاع الوداد أيوة يعني مش اتشائمت قلت خلاص لا قلت خلاص والمطش هناك ملعب صعب كمان جدا واحنا نهائيين مع الوداد والوداد بيكسبك وراكب عليك في الحتة ديت الملعب صعب صعب المطش تقيل يعني من أصعب البطولات اللي خدر النادي الأهلي على مدار تريهه البطولة دي صح مطبط كتير عدة فيها بشكل يعني عمر النادي الأهلي ما كان مستنى ان تكتل غير بالزابط كده يعني ضيع ضرب الجزاء في سانداونز هنا كانت ممكن ت ولكن ضرب الجزاء قطر الطهر في مطش سانداونز والهلال هي اللي ركبت النادي الأهلي وخلته يعدي صحيح يعني الأهلي مرضى المحظة دي انت حسيت العليا ياخد البطولة؟ لما قطر الطهر ضيع الأهلي لو عدى خلاص بيه وكده الأهلي شكله اتغير بعد مطش خمسة بتحصانداونز اتغير بشكل كبير جداً كولر تحس اللي هو ابتدى يفهم أفريقيا ابتدى يعرف قدرات لعبته يبقى وقية أكثر ابتدى يعمل تشكيل سابت مناسب ابتدى يستغل بيك شوية واللعيبة ابتدت يعني فيه لعيبة كتيرة جداً يعني شوفنا حسين الشيحات مع كولر حاجة تاني بيرستاو مع كولر حاجة تاني توظيف اللعيبة محمد هاني مروان عطية اختيار جيد جداً وغير مروانت على الاتحاد كان شاط كان حاجة جميلة جداً ولكن توظيفه داخل الملعب تاكتك رائع جداً من كولر حمد فتحي السلية يعني فيه تشكيلة بشكل جاد جداً وتحركات فيها مرونة بشكل كبير جداً بنشوفها من أداء النادي فالبطولة كانت صعبة صعبة جداً فده شعوري طبعاً مطش لو أنا كنت كان عندي يعني بعض التخوفات من ملعب الوداد جيه هدف برضو هناك كرة ثابتة المطش كان مقفول مطش فنين مش عالي صح مطش مقفول مفيش فرص خالص موجودة فيه ولا للأهل ولا للوداد كانت فيه كرة ثابتة اللي اتنين كرتين ثابتين الهدف بتاع الوداد ايه بتاع الوداد عتية الله وكرة ثابتة بتاعت معلول ومحمد عبد المنعم مكانش يجوان هتيجي كده بس الكرة جات الفوز جيه للأقصر جدية في الموسم كله يعني ده انت بتحصد موسم كامل صح ما بتحصدش المباراة دي بس صح ممكن كان لحظ يخونك ولكن التوفيق جي للنادي الاهلي نادي الاهلي بعد مطش ستانداونز قلت عمل مطشات وأداء رائع ونتايع ممهر محلياً وأفريقياً بالزبط كده يعني ما بيقعش هنا ويشتغل هنا ماشي بشكل كويس جداً طبعاً لحاجات كتيرة الأرض خاصبة فيها كل عمل النجاح عمل النجاح موجودة من لعيبة كوالتي عالي جداً جداً إدارة تشتغل بشكل كويس جداً استقرار فني موجود من كولر والجهاز الفني اللي معاه جمهور واقف في ظهر النادي بشكل قوي جداً يعني العمل النجاح كلها موجودة أولى حاجة حاجة أنا كنت موجودة واللعيبة لازم أتكلم عن اللعيبة طبعاً ما ده كل حاجة موجودة لسان عندك اللعيبة الثقافة بتاعته متغيرت يعني انت معندك لعيبة كلها ثقافة عالية جداً احتراف التزام بره وجوه الملعب ده بيفرق كتير جداً مع الفريق يعني ده النجاح كله موجود بسبب الحاجات دي كلها ده النادي الأهلي موسيقى